ومن أخطر ما تقول بلسانك القول على الله بغيره احذر 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 لا يغرنك أن الناس يقولون فلان جاهل لا يغرنك أن الناس يقولون فلان لا يفتي لا يغرنك أن الناس يقولون فلان تراجع عن قوله والله لأن تقوم بين يدي الله عز وجل سليما من أن يقال لك لما قلت ذاك خير من أن ينظر الناس إليك بعين وقار في المدينة في عهد التابعين من من في عهد التابعين؟ أبناء الصحابة وتلاميذ الصحابة ومن اكتحلت عيونهم برؤية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأىه ولمن رأى من رأىه قالوا إذا سئلوا عن الطلاق لم يكن يجيب في المدينة كلها إلا سعيد ابن مسيد مدينة حاضرة العلم لا يفتي إلا رجل اسأل الآن طلاب الشريعة كلهم مستعد يفتيه وأن جالس وهو يشرب ماء باردا وهو أسهل عليه بل ربما يشرب الماء أسهل عليه من فتوه الطلاق والطلاق يتعلق ببيت فكيف إذا كانوا متعلق بقضايا الأمة العظيمة بعض الناس يأتي بأمور غريبة بأمور مهلكة للحرف والنسل والدمن يأتيك بأشياء فيها قتل واستباحة أموال وأعراض وتكفير للمسلمين لأنه جلس هو وثنين من زملائه في غرفة مغلقة وتكلم في شرع اللهوض وعنت في أذهانهم فكرة تحكم على الناس بالكفر والخروج من الدين واستباحة الأموال والخروج على الدمن هذا خطير